السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل الذي خلق هذا الإنسان وسخر له من مخلوقاته ما تقوم به حياته وما يتعرف به عليه سبحانه وتعالى ذكرنا أنه لم يغتركه هملا ولم يخلقه عبثا إنما خلقه لغاية كبرى ألا وهي عبادته وتوحيده والتعرف عليه وشكره سبحانه جل فعلا وحتى يتسنى له هذا الأمر من رحمته سبحانه وتعالى أن أرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أرسل الحق سبحانه وتعالى على كل فترة معينة كان يرسل فيها نبيا أو رسولا حتى يتبين للناس الطريق الذي يجب عليهم سلوكه ليسيروا إلى الله عز وجل سيرا حثيثا صحيحا فكان آدم أول الأنبياء عليه السلام ثم بعد ذلك جاءت سلسلة من الأنبياء والرسل كل أرسله الحق سبحانه وتعالى إما بشريعة معينة فيكون بذلك رسولا نبيا إما يرسله لتجديد عهد الناس بما سبقهم من شريعة من رسول سابق فيكون بذلك نبيا عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما قال تعالى ولكل منكم جعلنا شرعة أي شريعة معينة قانون تسيرون عليه ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجة ثم تأتي المرحلة التي تليها بما يقدره الحق سبحانه وتعالى من احتياجات الناس لتصنيف معين لتفاصيل معينة متعلقة بهذه الشريعة أو تلك لكنها كلها تصب في اتجاه واحد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فرسالة الأنبياء والرسل أجمعين هي رسالة واحدة هي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وذلك مصداق قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام الدين هنا تفيد جنس الدين أي كل الدين من آدم عليه السلام إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الدين كله هو دين واحد هو دين الإسلام والإسلام كما جاء الدين مفردا معرفا فالإسلام جاء أيضا مفردا معرفا ليدل على أن الدين واحد وأن الإسلام واحد قد يتساءل شخص فيقول إذا كان الدين واحدا والرب واحدا فلماذا كل هذه الشرائع؟ أليس هذا يدل على أن كل نبي يدعو إلى دين مستقل؟ نقول له لا الأنبياء لم يأتوا ليدعو إلى أديان متفرقة جاءوا جميعا ليدعو إلى دين واحد أين الإشكال؟ الإشكال في أن الناس كلما أتتهم شريعة وطال عليهم الأمد والزمان كلما قست القلوب ففسق الناس وخرجوا عن سراط الله المستقيم وعوض أن يعبدوا الناس لله يعني جعلوا الناس خلوا الناس يعبدوا الله عز وجل بحد ما الذي يقع؟ أنهم يحاولون تحريف الدين فينقصون من هنا ويزيدون من هنا ما الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك هو محاولة السيطرة على الناس لأن الإنسان بطبيعته فيه خير وفيه شر فيه هدى وفيه ضلال الله عز وجل ماذا قال عن النفس؟ في صورة جعل بدايتها قسما هو أطول قسم في القرآن الله عز وجل يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى نحن طبعا هذا معلوم عندكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لأننا نعبد الله عز وجل لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ففي صورة مثلا قال والعصر إن الإنسان لفي خسن للذي آمن وعمل الصالحات قال في صورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قال في صورة أخرى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة في هذه الصورة التي ذكرت لكم وهي صورة الشمس الله عز وجل جعل القسم فيها أن قسم بأحد عشر مخلوقا من مخلوقاته والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ونرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها أحد عشر قسما ليقول لنا أن النفس فيها الفجور وفيها التقوى حينما يتمكن الفجور عياذا بالله من القلب بسبب بعد المسافة من الإنسان تيبعاد على الطريق دي الله عز وجل من الإنسان تيبعاد على الصراط الله المستقيم تطول به المسافة وتيطول به الزمان فيقص القلب ويتحجر من الذي يقص القلب ومن الذي يتحجر القلب ما الذي يقع يقع أن الإنسان يخرج فجوره فيغلب تقواه هذا الفجور اشتدر بالإنسان يبدأ في محاولة السيطرة على أخي الإنسان عوض أن يقول له أعبد الله ما لك من إله غيره يقول له أعبدني ما لك من إله غيري فتيوليوا الناس يبدلون في شريعة الله محاولين بذلك السيطرة على الناس وعلى الكون وعلى المخلوقات لاعبين بذلك دورا لا يليق بهم وهو دور الألوهية عياذا بالله وهذا قد وقع مع مجموعة من الناس عبر التاريخ وقع مع قارون فحاول أن يتجبر على الناس بماله وثروته وقع مع فرعون فحاول أن يتجبر على الناس بسلطته وقع مع صناديد كفار قريش تجبروا على الناس بما أن الله عز وجل أكرمهم بحماية والإنفاق على بيته الحرام سبحانه وتعالى فهكذا الناس يحرفون الدين فكلما انحرف الدين كلما بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء صفات هؤلاء الأنبياء ابتداء أنهم لا يبعثون إلا في نسب شريف من أقوامهم المسألة الثانية أنهم لا يعرفون إلا بمكارم الأخلاق ثالثا وهذا ما أجمعت عليه الأمة أنهم يبعثون معصومين مما يقع فيه الناس من الذنوب ومن الفواحش والكبائر عياذا بالله هذا كله ثم يكون بعد ذلك الاصطفاء الثاني من الله سبحانه وتعالى بعد أن اصطفاهم بهذه الأخلاق والمكرمات لغي ذلك يصطفيهم بأن ينزل عليهم الوحي كما قال تعالى وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ثم يأتي الوحي ثم يؤمر النبي بتبليغ تلك الدعوة كما سبق الذكر إما أن يذكر الناس بربهم سبحانه جل في علاه وإما أن يجدد لهم شريعة مع التذكير بالرجوع إلى سراط الله المستقيم هذه هي عموما أقول عموما أوصاف الأنبياء والرسل فكلما دعا نبي قومه كلما عودي وأوذي بل في بعض الأحيان يقتل وفي بعض الأحيان يطرد من مكانه في بعض الأحيان يعني يحبس ويعذب وهذه التفاصيل تجدونها مبثوثة في كتب قصص الأنبياء المشهورة عندكم ومبثوثة بفضل الله عز وجل في مجموعة كبيرة من البرامج المصورة يعني قديما وحديثا وبقية الأنبياء والرسل تتعاقب على الناس إلى أن جاء خاتمهم ودرة تاجهم وسيدهم وسيد البشر أجمعين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خيرة الخلق عليه الصلاة والسلام بل هو سيدهم صلى الله عليه وسلم بل هو الذي يتوقف الحساب يوم القيامة ينتظر أن يهرى عن ناس إليه ليسألوه أن يشفع لهم عند ربهم عز وجل حتى يقيم الحساب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سوف يطرق باب الجنة كما ورد بذلك الحديث الصحيح ولن يطرقها أحد قبله بل ولن يلجأ أحد بقدمه الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل لكل من أراد أن يدخل في الإسلام أن يشهد لله بالوحدانية والفردانية وأن يشهد برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا يقبل منه إسلام قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قصيدة مشهورة أغر عليه للنبوة خاتم من الله يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه حين يقول في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد قد تتساءل لما صمت هاتين الثانيتين طبعا حتى أترك لك المجال لتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما كانت تكلمش معك أنت أنت صليتي على النبي عليه الصلاة والسلام أنا كانت تكلم معك أنت أنت لما صليتش على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل لسانك يتفاقل وأذنك قد سمعت اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام طبعا احتف هديته يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية ما تعجز ما تعجز لا تعجز عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام اهتف هدي قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر إذن أنت عندما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فأنت الفائز صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين هذه الرحمة تجلت في كونه عليه الصلاة والسلام دلنا على ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا الحق سبحانه وتعالى بسببه من الظلمات إلى النور بين لنا طريق الفلاح والهدى عليه الصلاة والسلام وضح لنا كيف نعبد ربنا عز وجل بل بين لنا أمور هذه الشريعة الغراء حتى كأن الطريق المؤدي إلى الله سبحانه وتعالى مشتعلة بالأنوار فلا يفرق العبد في تلك الطريق بين الليل والنهار من كثرة النور الذي فيها قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة المحجة هي الطريق تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها المعروف أن النهار يكون فيه الضياء والليل تكون فيه الظلمة لكن هذه الطريق من كثرة وضوحها وشدة بيانها يكون ليلها في النور مثل نهارها صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام أعده الحق سبحانه وتعالى إعداداً لتلقي هذه الرسالة فكما هو معلوم عندكم في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لما ولد وذهبت به حليم السعدية إلى قبائل بني بكر من بني سعد لترضعه كما كانت عادة العربي أنذاك في سنته الرابعة جاءه الملكان فشق صدره وأخرج قلبه وأزال منه حذ الشيطان وغسلاه ثم رد عليه قلبه قلبه هذا غسل للمرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان إعداده الثاني ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أن مجموعة من العلماء ذكروا مجموعة من المرات التي وقعت فيها حادثة شق الصدر وغسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام قال الحافظ بن حجر أن المعتمد فيها ثلاث مرات مرة في صيباه في قبائل بني باكر بن سعد ومر عند نزول الوحي أول مرة في غار حراء وهذا مختلف فيه ومرة في ليلة الإسراء والمعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي لفظ لأتمم صالح الأخلاق الله عز وجل أثنى عليه في مجموعة من الآيات فزكاه في صدره ألا نشرح لك صدرك زكاه في بصره ما زاغ البصر ومطغى زكاه في فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى زكاه في عقله ما ضل صاحبكم وما غوى زكاه في منطقه قال وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وزكاه في مجموعة من الأمور لكن ذروة تزكية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن قال له وإنك لعلى خلق عظيم قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يزكيه ويثني عليه وإنك لعلى خلق عظيم وهنا على تفيد العلوية كما يذكر أصحاب اللغة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من التدرج في التزكية بالخلق العظيم إلى أن بلغ منه الذروة فصار على الخلق وكأن النبي عليه الصلاة والسلام قد تسامى بخلقه حتى سار الخلق مطية له والنبي عليه الصلاة والسلام يمتطيه ويسير به الخلق بشكل إنسيابي لا تكلف معه من خلقه عليه الصلاة والسلام أن الرجل كان يأتي لا يعرفه طبعا لعدم وجود ما تيسر في هذا الزمان من القنوات والوسائل التواصل الاجتماعية والتصوير والفيديوهات لغير ذلك كان الرجل يأتي من قبيلة يريد أن يسأل عن شيء أو أن يسلم فيأتي فيقول أين أجد محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أين أجد محمدا يقول إنه بين أصحابه هناك فيذهب إلى الجماعة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمة تواضعه عليه الصلاة والسلام أن الرجل يسأل فيقول أيكم محمد لم يكن عليه علامة أو أمارة تدل على أنه يريد أن يتميز على أصحابه صلى الله عليه وسلم من علامة نبوته أيضا رحمته الواسعة عليه الصلاة والسلام من رحمته أنه كان يحب الصلاة يحب الصلاة يحب أن يناجي الله عز وجل فإذا دخل في الصلاة يريد أن يطيلها كصلاة الصبح مثلا فإذا به يدخل في الصلاة يهم أن يطيلها لأنه يحب الصلاة فإذا به يسمع بكاء الصبي فيخفف من الصلاة رحمة بقلب الأم التي سيبقى قلبها معلقا ببكاء ولدها من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم أنه حتى إذا أراد أن يبطش بالأعداء تأخذه صلى الله عليه وسلم بهم الرحمة بعدما آذوه وبعدما يعذبوا أصحابه وبعدما طاردوه من مكة وبعدما استولوا على أمواله وأموال أصحابه وبعدما حاربوه في مجموعة من المعارك والغزوات في العهد المدني يدخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا والأصف كل فاتح أن يأتي وهو مزهو بنصره لكنه يدخل صلى الله عليه وسلم ورأسه منكس هكذا على ناقته تكاد لحيته تمس مقدمة رحله من التواضع يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم بعدما اجتمع إليه كفار قريش كلهم منهزمين مذعنين بعدما عذبوه بعدما طاردوه بعدما كذبوه بعدما عادوه بعدما حاربوه صاروا الآن يقولون له أخ كريم وابن أخ كريم فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يتأسى عليه الصلاة والسلام بمن سبقه من الأنبياء ويتفوق عليهم في ذلك فيقول لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء من مظاهر نبوته صلى الله عليه وسلم حلمه وصبره على الناس يأتيه الرجل من الأعراب خارج المدينة وهو جلف لا يعرف ذلك التودد الذي يتعامل به الناس مع بعضهم فضلا على أن يتعامل به مع نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تجد الرجل النبي عليه الصلاة والسلام لابسه أحد كما نقول نحن أحد السلهام أحد البرد أحد الرداء نجراني سميك غليد فيجره من ردائه حتى يؤثر في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم فيستدير النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم في حلم لم ير له نظير ولا مثيل فيقول له الرجل اقطع لي من مال الله الذي آتك فيتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقول له اقطع له من مال الله الذي آتاني من حلمه وصدره على الناس عليه الصلاة والسلام أنه كان ذات يوم مع أصحابه في المسجد فيدخل رجل أعرابي من طبيعة الأعرابي في ذلك الزمان أنه إذا أراد أعزكم الله أن يقضي حاجته إنما يخرج من خيمته ويقضي حاجته يظن أن الأرض كلها جعلت لهذا فيدخل الرجل المسجد فيتبول أعزكم الله داخل المسجد ليس أي مسجد داخل المسجد النبوي فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الصحابة يقول لن له مه؟ مه؟ أي يريدون أن يوقفوه عن هذه الحركة يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوقف وأن لا يقطعوا عنه ما كان يقضي من حاجته فيقول لهم لا تزرموه لا تقطعوا عليه ما هو يفعل ثم بعد ذلك يقول له أدن أي اقترب يا رجل فلما اقترب قال له يا هذا إن هذه المساجد لم تجعل لشيء مثل هذا إنما هي للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل غير ذلك فقال الرجل والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه والله ما نهرني والله ما كهرني أي لم يغلظ علي لم يغلظ علي القول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كان الناس إذا حمي الوطيس كانوا يختبئون خلف دابتي وبعير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يسمعون جلبة وضوضاء فيخرجون أحدهم يريد أن يأخذ السيفة أحدهم يريد أن يسرج فرسة ليخرجون ينظروا ما سبب هذه الضوضاء وهذا الضجيج فإذا بهم بالنبي صلى الله عليه وسلم عائد على صهوة فرس ليس عليه سرج وقدماه حافيتان وقد تقلد سيفه يقول لهم لم تراعوا لم تراعوا أي في الوقت الذي الناس لا زالوا يفكرون كيف يتعاملون مع هذا الصوت من أين أتى النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب وأتاهم بالخبر وجاء وعاد إليهم ليطمئنهم يقول لهم لم تراعوا لم تراعوا يعني ما تخفوش ما تخلعوش لا شيء إنما هو صوت البحر أو صوت الرعد قد بلغكم هذا النبي الكريم بكل هذه الأوصاف جعله الله عز وجل لنا أسوة ثابتة وقدوة لا تتململ نتبعها حتى نصل إلى الله عز وجل وصولا صحيحا قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة أسوة حسنة على قراءة عاصم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أي كل من يرجو الله واليوم الآخر ويريد الوصول إلى الله عز وجل وصولا طيبا صحيحا عليه أن يقتدي ويقتفي أثر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا لا يعني أننا نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده الله عز وجل أخذ علينا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل نامن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليس هذا فقط قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله كل الأنبياء عندنا نؤمن بهم ومن تخلف عن الإيمان بنبي واحد فقد خرج من ملة الإسلام نؤمن بالأنبياء كلهم لكن نؤمن أن خاتمهم وما جاء به مهيمنا على كل الكتب التي حرفت قبله ألا وهو القرآن الكريم هذا الكلام الذي ارتضاه لنا سبحانه وتعالى حتى يهدينا به إلى صراط الله المستقيم ما هو هذا القرآن كيف أن هذا القرآن يكون لنا نورا ونبراسا هل تستقيم حياة المسلمين بدون القرآن ما هي الأمور التي أتانا به هذا القرآن حتى تستقيم بها حياتنا وهل القرآن الكريم ضروري لنا في هذا الزمن أم هو كلام قيل لتستقيم به حياة الناس في زمن مضى واليوم نحن نحتاج إلى كلام أناس آخرين أو مخلوقات أخرى في انتظار أن نجيب عن هذه الأسئلة بما يسره الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته وجنته من غير حساب ولا سافقة عذاب تقبل الله عز وجل مننا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته